لما يرتقي هؤلاء الشهداء تعبار شهدين جميعين ليصل لعدل أكثر من عشر شهدات في الحال في إطار تصويرات ميدانية قسم كبير منهم من الأطفال وأيضا النساء وأنا أعتقد أن كل ما يقوم به الاحتلال هي بحاول يكسر إدارة تصوير التحدي لدى شعبنا تلسطيني هذا الأمر الذي لم يحصل صادقا ولم يحصل الآن ولم يحصل مستقبلا لذلك اليوم هذه الدماء الغزيرة التي تقدمها الشعب تلسطيني وأكد على أن معركتنا مع الاحتلال متواصلة بشكل رئيس بشكل شعبنا من عجل المسؤول لحقوقنا الثالثة في العودة وتقليل مصير موقعات الدولة كل سطولية مستقلة كانت بشكل عاصماتها كل سطوليون مسؤولية مضاعفة أمام كل أطراف المجتمع الضوالي أمام الأمة العربية الإسلامية أمام الأمم المتحدة وأمام مجلس الأمم المتحدة بشكل سوق الإنسان ورد موسكو وكل المؤسسات الدولية التي اتضرب أم معينها ما يجري أول أنه كان هناك مجتمع للنزمة التنفيذية بالأسرعين سطول ماذا وأكدنا على أهمية توفير الحماية الجمالية للشعب المسؤولي في ظن تصاعد دوان وجرائب الاحتلال ومتواصل الشعب المسؤولي والشلال الدمج المسؤولي الماذا وأكدنا أيضا على أهمية تصعد أقوبات على هذا الاحتلال لردئه عن وسط هذا الجرائب نحن ندرك أن هناك موقف أمريكي داعم ومساند لهذا الاحتلال ويغطي على جرائبه ولكن هناك مسؤولية أمام المجتمع الدولي من أجل الخروج عن ذلك لوقف هذه السياسات الأدوانية والجرامية وتحديدا المحكمة الجمائية الدولية أيضا نرى أن هناك تلقع وتعرض من استحطاقات مع علاقة بدي تحقيقات لمسؤولي الاحتلال الأمين والعبترينيين وحسب لذلك المنصات المحاولة لها من قبل منظمة التحقيق الأسطينية وفي مقدمتها السياسات التصفية والقتل أنا أعتقد أن هذا العدوان والجرائم تطلب قرب أقوبات جادة وعقية على الاحتلال تعيدا عن بيانات الشجم والأقوبات وتطلب أن يكون هناك محاكمة جادة لهذا الاحتلال لقطع الطريق على مصر هذا الجرائب بول ذلك سيبقى الاحتلال يواصل جرائمه مستندا إلى الموقف الأمريكي الداعام له والمغطي على جرائمه في ظن البيتر الأمريكي وفي ظن أيضا مصراخ المجتمع الدولي عن اتخاذ دماء البادرة في عمرية تحقيق ما يمكن تشير إلى وقف هذه السياسات الأدواني والجرائم نعم أخ واصل نحن على أعتاب النكبة وهذه الفعاليات التي انطلقت في كل مكان وأبرز هذه الفعاليات ما يحضر في أروقات الأمم المتحدة كيف يمكن العمل على برنامج سياسي كامل متكامل هذا البرنامج أن يكون دوليا للتأكيد على استمرارية هذه النكبة في كل يوم من خلال ما يقوم به الاحتلال من إجراءات يعني لا بد من إشارة أولا إلى أن مقرأت تحييط بسطنية وفي مقدمة توابقها وقرأت بجمع الوطن التي تستغفتها بإماء مئات آلاف الشهداء والجرحة والأصرات المقدمة شعيدنا من خالد ياسى عرفات الذي قال لا للمساس الحقابة اللاجئين ولا للمساس الحقابة اللاجئين وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المكتلة تجددة التي تمر بشكل دائم على الشعر الفلسطين ثم موقفاً جداً حرقياً لتنفيذ قرارات الشرعي الدولية وتنفيذ قرارات الشرعي الدولية في مصدمتها قرار بأرباط سين أن يصعلق بحق قرارات اللاجئين والفلسطين في إيديان التركات التي تشوتوا منها هذا آذين القرارين نيوعة الثمانين والقرار نيوعة الثمانين كان شرطان أكاسيان لإحتراض بدولة الاحترال في الرجم المتحدة والتي ترصد تنصيها أو الإعتراض بعي من هذه القرارات أو تطبيقها لذلك برنامج محقق منذ أسابيع تعمل موضوع التحريف الفلسطيني على ترسيبه سواء في المحافظات الشمالية ومحرجانات مركزية ستكون محرجان مركز في مدينة رغمها أو في خطاع غزة أيضاً في المحافظات الجنوبية وفي مدينة كونة ستكون محرجان مركزي وفي مخيمات الوشفات التحديد في سوريا وفي باكمان نعم خاصة أخ واصل عندما نتحدث أعود إلى موضوع طبعاً إحياء هذه الذكرى تعديدة في أروقات الأمم المتحدة منذ 75 عام لأول مرة يعني يتم إحياء مثل هذه الفعالية بالتالي هذا تأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعودة تأكيد على أن هنا قضية ما زالت تعالقة لأبناء شعب مشردون في المخيمات وفي أماكن مختلفة حول العالم ما زالوا يطمحون للعودة إلى أرضهم ومنازلهم التي يهجروا منها هذا صحيح لذلك لأول مرة في الذكرى الخامسة والسبعين بالنكبة تحيي الأمم المتحدة إحياء هذه الذكرى في الأمم المتحدة في نيويورك وسيكون يرخيص الطاقة الموضوع لأكسف طبعاً هاماً نتوقف فيها على موقع الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق عرضة اللاجئين وأنا أعتقد أن أيضاً في إطار ذلك سيكون نكبة عالية مركزية في بروكسل في مقرر الاتحاد الأوروب السابع عشر من حيات لذلك أربعة أعتقد أنه سفراتنا ومثالياتنا في الخارج جميعاً لديها الكاريات من أجل أن يكون هناك إحياء لهذه الذكرى ومشاركة أحبار العالم لتأكيد أن شعبنا فلسطيني ما زالت وسيكون أقعد في اللاجئين الكبار صحيح ولكن سيكون لا ينسون إحياء هذه الذكرى يؤكد على حقوق الشعب نعم في العودة وتقليل مصير وقامة الدولة الفلسطيني نستقل لعصمة قصة وقامة مضلة تحيي فلسطينية المسلم الشرعي ووحيد بالشعب الفلسطيني نعم ولكن نحن نتحدث أيضاً عن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الاستنكار والإدانة والتي فعلياً بالفترة الأخيرة بدأت تتلاشى وتختفي وهذا يزيد من تشجيع الاحتلال على الاستمرار بأفعاله ولكن في المقابل نتحدث عن النسيج الوطني الفلسطيني في مواجهة هذه الانتهاكات وهذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني نحن نتحدث عن ما يعادل شهيد وأكثر كل يوم هذا صحيح لذلك الوحدة الوطنية الفلسطينية هي التي تشكل مضلعات من التنوار في طاحنة وظالمة وتمسك بحقوقها ودعين وشيء لنفعل هذا ما أيضاً ما يجري في إطار محاولة تكليس الانكسام بالحديث عن مطبع العودة في النسماء المفسوين أيضاً خارج إطار المقراط الاجتماع الوطني خارج قلق الموحدة التي تستخدمتها بضلطة الحديث الفلسطينية لا شك ما هو بشكل أيضاً محاولة تكليس فضلانكسام والخروج عن ثوابت وإجماع شعبنا الفلسطيني بذلك يسيب الدماء النازف في فلسطين تطلب تضادر كل يوم للوحدة الوطنية الفلسطينية تتمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة لأجل حرية والاستقرار شعبنا الفلسطيني نعم إذن كل شكر لك الأخ واصل أبو يوسف عدو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ونحن نتابع معكم إذن مشاهدينا في ظل هذه التطورات الميدانية في طول كرم تحديداً عودة إلى الأستاذ أنور ضيفنا في الاستوديو